أدانت مصر بأشد العبارات اعتداءات القوة الإسرائيلية على مدينة جينين وأعمالها الإجرامية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة وأمام الجلسة الافتتاحية لدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربي على مستوى المندبين الدائمين وذلك لبحث الوضع في جينين حذرت مصر من تداعيات استمرار انتهاكات الإسرائيلية في القدس وجينين والضفة وغزة وتأثيرهما على الأمن والسلم الإقليميين وتدين مصر بأشد العبارات اعتداءات القوات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جينين وأعمالها الإجرامية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة فيما يعد استخداما مفرطا وعشوائيا للقوة ويرتقي لقونه انتهاكا جديدا في سلسلة انتهاكات متتالية ومستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجاهلا غير مقبول للشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر